مفاجآت جديدة في قضية الحجة سهير الأنصاري المشهورة إعلاميا بسيدة الخير وكمان تفاصيل لحظة امتحار مدرس بالفيون في بس مباشر سمحيني يا أمي أهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين تفاصيل جديدة ظهرت في قضية سيدة الخير الحجة سهير الأنصاري وده بعد ما تم القبض على القاتل مبارح وأثناء التحقيقات معاه اعترف بالفعل أنه عمل فيها كده وكمان سرق الدهب اللي كان معها وفلوس الصدقات اللي كانت بتوزعها على الناس المحتاجة لأن هي دي كانت دعوتها وقالت يا رب خدني ليك وأنا بقضي حويج الناس وده لأن في ناس كتير مهتمية بالقضية دي فانحبيت أطمن حضراتكم أنه تم القبض على القاتل ودلوقتي بيتم التحقيق معاه وعرضه على النيابة والمحاكمة الجنائية العاجلة أما عن تفاصيل انتحار مدرس في الفيوم ففي مدرس تربية فنية بمحافظة الفيوم انتحر إمبارح يوم الاثنين وده بعد ما تناول قرس مبيت حشري سام بيستخدم في حفظ حبوب الغلال زي الأمح والدرة والحاجات دي علشان يمنعها من التسوس وطلع في بس مباشر على تطبيق الفيسبوك وبعد ما تناول القرس ده ظهرت عليه أعراض جانبية صعبة جدا واللي خلته أن هو يفارق الحياة قبل ما يوصل للمستشفى وده بعد ما مدير أمن الفيوم طلق اختار من مستشفى الفيوم العام بوصول المدعو أحمد رمضان وده بيشتغل مدرس ومقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم واللي وصل بحالة إعاء شديدة جدا وتم نقله لمعهد السموم لكنه اتوفى قبل دخول المعهد وطبعا وصق لحظة انتحاره أو التخلص من حياته فيه بس مباشر تم عرضه على تطبيق الفيسبوك بعد ما راح مكان بعيد عن البيت بتاعه وان هو كان بيمر بأزمة نفسية صعبة جدا بسبب خلافات ما بينه وبين أحد السيدات لكنه ما ذكرش اسمها واللي وصل بعدها لحالة نفسية صعبة جدا بسبب نكد الست دي وقال لأ قرهت أولادي فيها وبرضو رسالة نحب نوصلها لبعض الناس مش أي حد يمر بظروف نفسية صعبة جدا ان هو يلجأ للانتحار علشان ما تخسرش دنيتك وآخرتك وعمر الانتحار ما كان حلل أي مشكلة بالعكس ده أنا كده بخسر دنيتي وكمان بخسر أخرتي وهكون من أهل النار ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بخصوص القبض على قاتل سيدة الخير الحجة سهير الأنصاري وكمان تفاصيل أو انتحار مدرس به الفيون في باس مباشر تم عرضه على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة كان معكم محمد سيف سلام عليكم